أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا نابلاده تلقت مؤخراً دعماً من الشركاء الغربيين قدره مليار ونصف المليار دولار وأضاف كوليبا أن حجم تسليم الأسلحة الدفاعية والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا قد بلغ أكثر من ألف طن يذكر أنه منذ عام 2014 تخم دول حلف شمال الأطلسي النيتو بقيادة الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها الأمر الذي تعتبره روسيا انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات منسك ويؤثر سلباً على التسوية في دونباس